بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بانتصار دول الحلفاء على المحور وفي العاشر من آب عام 1920 وبعد أشهر من المفاوضات بين المنتصرين في الحرب بشأن تقسيم الأراضى التي كانت تحت سيضرة الإمبراطورية العثمانية باعتبارها أحد الدول المنهزمة في الحرب وبعد التوقيع على هدنة موندروس في نهاية تشهر الأول عام 1918 توصلت الدول المنتصرة إلى التوقيع على معاهدة سيفر في متحف السيراميك في منطقة سيفر أحتى ضواحي باريس ونصت المعاهدة على الاعتراف بحق تقرير المصير للشعوب التي كانت تحتلها تركيا العثمانية وحصول كردستان على الاستقلال وفقا للباب الثالث للمادتين الثاني وستين والثالثة والستين والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كردستان استنادا إلى نص البند الثاني والستين الذي يقول إذا حدث خلاف خلال سنة من التصديق على اتفاقية سيفر يتقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة الثانية والستون إلى عصبة الأمم للمطالبة بالاستقلال عن تركيا وفي حال اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة توصي بمنحهم الاستقلال وعلى تركيا أن تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة في غضون ذلك سيطر القوميون الأتراك بقيادة مصطفى أتاتورك على مقاليد الحكم في البلاد وقادوا حملة مسلحة لرفض اتفاقية سيفر على إثرها بدأت مفاوضات جديدة بين الجمهورية التركية ودول الحلفاء تم التوصل خلالها إلى إبرام اتفاقية لوزان في الرابع والعشرين من تموز عام 1923 وبمقتضاها ألغيت معاهدة سيفر لعام 1920 وتم التخلي عن بند حق استقلال القوميات التي كانت ترزح تحت ظلم الاحتلال العثماني لصالح القوميين الأتراك بعد مضي أكثر من مئة عام يعتبر الشارع الكردستاني مسألة تخلي دول الحلفاء عن وعودها في معاهدة سيفر بداية للغدر بالكرد في العصر الحديث ومهادنة لعملية تذويب هويتهم وثقافتهم ومهدت لمنهج سياسات الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضدهم